يمتد المشهد إلى لحظة أخرى وقد يكون هناك سيناريوهات أخرى قد تكون أكثر إضرارة بشخص عبدالفتاح السيسي لأنه خلينا نقول الحركة على حاجة وخلينا نكون مصرحين للناس ومكشفين للناس ليس المشهد يدار بواسطة سين أو صدق أو عين من الناس هناك طبقة من المتضررين من مؤرسات عبدالفتاح السيسي من داخل هذا النظام أفتاح السيسي الذي أزاح 220 وكيل من وكلاء الجهاز على فترات على خلفيات مختلفة يعني قضية تيرانون صنافير وحدها وزح فيها حوالي 45 وكيل من وكلاء الجهاز الذين كانوا حرصين على أن يشكلوا لجنة هيد فاروق اللي راح تشاهدت في مجلس ما يسمى بمجلس النواب حوالي مصرية تيرانون صنافير فكان عقابهم العزل من منصبهم ده دور وطني حسوا أن هم بيؤذوا لأن هم قابوا بدور وطني ومنهم منطرد بوسط عبدالفتاح السيسي من الجهاز هؤلاء الوكلاء أو هذه الطبقة من الرجال الدولة هم في النهاية رجال الدولة هم تضررون بشكل مباشر من مؤرسات عبدالفتاح السيسي ويشعرونه ولديهم معلومات حول خيانة وعمالة عبدالفتاح السيسي هؤلاء كانوا يدعمون هذا الحراك بشكل ما ويتواصلون مع بعض الأطراف من داخل الدولة لحماية الناس وحتى يروا الناس نزلوا إلى الشارع فيساهموا في إزاحة عبدالفتاح السيسي قد يلجوا إلى خيار آخر إذا لم يزحى عبدالفتاح السيسي خلينا نقول سبحان الله وكأنه التاريخ بيعيد نفسه وكأنه مشهد بيتشابه وبيتكرر مع السادات؟ كان بدايفيد كانت خيانة وطنية في نظر كثيرين وكأن بدايفيد التي كانت خيانة وطنية في نظر الكثيرين بعدها وحتى يسكت الناس اعتقل ما يقارب من ثلاث آلاف أنور السادات وعليه رحمة الله أن نختلف مع الراجل يعني أفضل ما قدمه لكن في هذه اللحظة وفي حسب رؤية خيانة وطنية من قبل بعض من هم داخل في النهاية الضباط في هذه اللحظة وهم كانوا من جوة جهاز الدولة لم يكن لليهم بدا إلا إزاحة السادات بطريقة مختلفة عن فكرة الحركة الشعبية لأنه لم تكن مطروحة في هذه اللحظة في هذه اللحظة الحركة الشعبية هي التي يلجأ إليها هؤلاء من أجل إزاحة عبفتاح السيسي هم الذين سلبوا ممناسبة يعني مين لها يسلب صور القصور مين لها يسلب الصور دي مين لها يسلب التسريبات التي سلبت عبفتاح السيسي هناك اختراق أمني؟ يقينا خلينا الله حباك أستوى على مين لها يسلب تسجيلات ما بين عباس جامل وما بين عبدالفتاح السيسي يعني مرة عليها سنوات وإحنا شفناها وشفناها كلها التسريبات لابد أن يدرك الناس هذه الحقيقة وأنا مع إتاحة المعلومة للناس الحقيقة أنه من بين هؤلاء الوكالات الذين سربوا والذين فضحوا خيانة عمالة عبدالفتاح السيسي خليناً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر